السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزية طلبة وطلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بيدافير استخليك الاول معكم مستر هيسم التركي مدرس العلوم دولئتي هنحل مع بعض امتحان محافظة الاسكندرية نصف العام الفين اتنين وعشرين السؤال الاولاني اكمل العبارات الاتية اذا ازدادت سرعة الجسم معدل هنكتب سابت فان الحركة توصف فيها زي الحالة بانها معجلة الصورة متقدمة لجسم بواسطة مرآة مستوية تكون هنكتب طبعا تقديرية ونكتب في النقطة التانية معدل طبعا ممكن لو انت بدلت مفيش مشكلة اختر الجبس عيحة فيما ايالي مرآة كرية نصف كترها ستين هيكون بعضها الباري هيبقى تلاتين يمكن ان يتجدد زراع نجم البحر ويعطي حيوانا كاملا جديدا اذا احتوى على جزء منها هيبقى الكرس الوسطي تستخدم نقطة في علاج قصر النظر عند الانسان هتبقى العدسة المقعرة اسناء الانقصام الميوزي الاول تتكون النوية والغشية النوى فيه الطور النهائي عرف ما يأتي السرعة النسبية طبعا هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك بعد كده السؤال التاني بيقول لي طبعا لنظرية الانفجار العظيم رتب الاحداث الاتية من الاقدم الى الاحداث طبعا اول حاجة هنختارها اللي هي تلاحم المادة لتكوين كتل بعد كده هيبقى ولادة الشمس ونشأة الارض والكواكب واخر حاجة بداية ظهور اشكال الحياة الاولى على الارض وصل اول حاجة عندنا الخلايا النباتية هنختار لها رقم دال اللي هي تتكون فيها خيوط المغزل من السيتوبلازم بعد كده عندنا رقم اتنين اللي هي الخلايا الحيوانية هنختار لها جيم اللي هي تتكون فيها خيوط المغزل من الجسم المركزي رقم ثلاثة الخلايا التنسولية هنختار رقم الف اللي هي تكون بانتاج الامشاء علي المياتي تضع المرأة المحدبة في الجانب الأيصر من سائق السيارة طبعا لتكوين صورة تقديرية معتدلة مصغرة فيتمكن من رؤية الطريق يلعب الانقصام الميتوزي دور هام في حياة الكائن الحية عديدة الخلايا لأنه يعمل على نمو جسم الكائن وتعويض الخلايا التالف صالة الثالث أولا أكتب مصالح العين مدلع على ما يأتي طول أقصر خط مستقيم بين موضعين هيكون مقدار الإزئاح عملية تساهم في تبادل الجينات بين كوروماتيدات الكورومسمان المتمثلين وتم توزعها في الأمشاك هتبقى ظاهرة العبور الصرعة التي تتحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية هتبقى الصرعة غير منتظمة عملية تم فيها اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس لتكوين الزيجوت طبعا هتكون عملية الإخصاء صحح ما تحتها خط في العبارات الآتية اكتشف العالم هنكتب لابلاس تاني واحدة هتبقى الصرعة المتوسطة تالت واحدة بيقولك الصرعة منتكوينة خلف المرآة المقاردة دائما التقديرية المعتادلة هتكون مقبرة عشان دي خلف المرآة ثالثا بدأ جسم حرقته من السكون بعجلة تساوى 4 متر كل ثانية تربية في خلال 6 ثواني احسب الصرعة النهائية طبعا عين 2 هتساوي جيم في زين زائد عين واحد جيم عندي باربعة في زين اللي هي 6 زائد الجسم بدأ حرقته من السكون يعني عين واحد بسف يبقى اربعة في ستة زائد سفر فالناتج يطلع اربعة وعشرين متر لكل سانية ده علامة صح او خطأ تعتبر القوة من امثلة الكيميات الفيزياء القياسية خطأ يتقاصر البراميسيوم لا جنسيا بالتبرع خطأ تستخدم البصلة في تحديد سرعة السيارة مباشرة خطأ يتكون الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معنى عند السنترمير صح ماذا يحدث للشوائع الضوء الساقط في كل حالة من الحالات الاتية طبعا هو الرقم بس الاولين ده مش واضح عندي بس هو لو مكتوب اعتقد خمسة وعشرين يبقى معنى كده ان هو هينعكس بزاوية خمسة وعشرين يعني نفس الرقم اللي مكتوب هنقول بينعكس بنفس الرقم يعني لو مكتوب خمسة وعشرين يبقى هي خمسة وعشرين تلاتين يبقى هي تلاتين بس الرقم مش واضح معي السؤال التاني اه طبعا هو شعاع مر بالمركز البصري فبالتالي هينفز دون ان يعاني اي انقصار سالسا وضح بالرسم فقط كامل البيانات مصاري الاشعة الصادرة من جسم وضع عند بقرة عدسة محدبة. طبعا هنرسم العدسة ونحط آآ المركز البصري والبقرة والمركز التكور عادي زي ما احنا متعودين. هنحط الجسم عند البقرة. وهنطلع شعاع موازي. هينكسر مرا بالبقرة. وهطلع شعاع مرا بالمركز البصري اللي هو بينفز على استقامته. طبعا الاشعة لن تتقابل. ففي الحالة دي لا تتكون صورة. اتمنى ان انتم تكونوا وفقتوا في الامتحام. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.